اشتركوا في القناة التجريبي واللغات وهنعرف يعني ايه مهام ادائية والموضوع سهل جدا وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورق نكتب فيهم منذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة المهام الادائية ده امتحان هنمتحنوا اولادنا زمن الامتحان ده هو حصتين في اثناء اليوم الدراسي والامتحان ده بيقيس مستوى فهم الطالب واستيعابه للمادة وبيقيس نواتج التعلم كمان في خمس نمازج الوزارة منزلاهم على بنك المعرفة خاص بكل مادة طبعا ده بالنسبة للترم الاول والترم التاني هينزل خمس نمازج تانين ان شاء الله واحنا هنحل النمازج ده مع بعضه فبالتالي الامتحان مش هيخرج منها المدرس بتاعنا في المدرسة او التيتشر بتاعنا هيحمل اللمازج ده وهيدينا نموذج منهم نحله مع بعض في الكلس روم فبالتالي هتلاقي الامتحان مش خارج عن النموذج من النمازج ده هنمتحن النمازج الادائية ده مرة في الترم الاول ومرة في الترم التاني فالموضوع سهل جدا ان شاء الله مش عايزين نقل اخالص اول حاجة المعايير بتاع الامتحان ده هو زي ما قولنا بيستغرق حصتين دراسيتين متتاليتين المعلم بيشرف على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة بتاعته وطبعا المعلمين بيقوموا بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسالة اليهم زي ما قولنا بنمتحنها مرة واحدة في الترم الاول وفي الترم التاني برضو مرة واحدة وبيتم توزيع درجات المهام كالقاتي المهم الموضوع بتاع المهام ده المهم فيه ان هي عليها 35 درجة من 100 درجة خاصة بالطالب فهي مهمة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت بمجرد ان انت بتستلم الورقة بتاعت الامتحان في الكلاسروم بتكتب اسمك بتاخد 5 درجات اول ما بتستلم الورقة بتاعت الامتحان وبتكتب اسمك كده بتاخد 5 درجات التنظيم بتاعة الورقة وان انت تعمل تنظيم في الاجابة بتاعتك بتاخد عليهم 5 درجات تانيين فدول 10 درجات هيكونوا في جيبك بعد كده التصحيح بيبقى عليه 25 درجة زي ما قلنا الامتحان هيكون عليه 35 درجة ودي القواعد المحددة بتاعت المهام الادائية حتى الان وطبعا هي عبارة عن نشاط عملي بيقوم بيه الطلاب وتكون داخل الكلاسروم او الفصل وهي عبارة عن حصتين الاولى لشرح المعلم والتانية بيقوم الطلاب بتنفيذ ما طلب منهم في الحصة الاولى من المعلم بتاعهم والمهام دي بتبقى عبارة عن رسمة او مخطط او كتابة وبيكون لكل مادة 5 مهام المعلم بيقوم بتحميل هذه المهام لمادته من بنك المعرفة وبعدين بيعرضها على الطلاب وبيديهم واحدة من المهام دي علشان يحلوها زي ما قلنا خمس درجات لان انت تستلم الورقة بس وتكتب اسمك وخمس درجات على التخطيط وخمسة وعشرين درجة لتنفيذ المهمة باجمالي 35 درجة في النهاية يلا نبدأ مع بعض خليكم معي ويلا نحل مع بعض نمازج المهام الأدائي الخاصة بالICT او الانفرميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي الصف الرابع الابتدائي الترم الأول طبعا دي شكل النمازج اللي موجودة على بنك المعرفة هنا بيقل لنا وبيقل لنا هنا ويقل لنا هنا ويقل لنا الستودانت نيم او اسم الطالب هنكتب هنا اسمنا وطبعا التاسك تطبيق الامتحان وطبعا التاسك تطبيق الامتحان طبعا لو هو في الحصة الحصة الاولى الحصة التانية التيتشر بتاعكم هيقول لكم هنا اول حاجة الPerformance الPerformance task 1 او المهمة الادائية رقم واحد بيقول لنا هنا A diagram of operations that computer can do for processing data inside it A diagram يعني رسم توضيحي of operations that computer can do for processing data inside it بيوضح ازاي الكمبيوتر بيقوم بمعالجة البيانات جواه طبعا الموضوع سهل قوي ما تتخضوش من اي سؤال هنوضح الحال بتاع الاسئلة دي دلوقتي الموضوع سهل جدا فهنا بيقول لنا ال task description او وصف المهمة Dear student عزيزي الطالب A computer stores الكمبيوتر بيخزن Process وبيعالج and outputs وبيخرج data as information البيانات على انها معلومات Draw data input and processing steps ارسم خطوات ادخل البيانات ومعالجتها to the computer ليه الكمبيوتر Until data appears as information لحد ما ال data تظهر على انها معلومات on the screen على الشاشة In case coloring bins are available لو انت معاك اقلام تلوين You can use to clarify each process انت ممكن تستخدمها في رسم كل خطوة من الخطوات You can use the following words to help انت ممكن تستخدم الكلمات الاتية علشان تستعدك Operating system نظام التشغيل CPU اللي هو البروستسور او وحدة المعالجة المركزية او وحدة المعالجة المركزية Data entry ادخال البيانات Display screen شاشة العرض ومدينا هنا بوكس كده صغير نرسم فيه العملية بتاعت ادخال وتشغيل البيانات على الكمبيوتر بتاعنا الموضوع زي ما قلت للكه سهل قوي تعالوا نشوف الحل بتاعه شكله عامل ازاي طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا خطوات ادخال البيانات ومعالجتها data input and processing steps زي ما اخدنا واحنا بنشرح المنهج اول حاجة انت موجود اهو بتعمل ايه بتمسك الكيبورد بتاعت الكمبيوتر علشان تعمل input او تدخل بيانات للكمبيوتر write on the keyboard هتكتب على الكيبورد تاني حاجة السهم الجميل ده بيقول لنا ان ال cpu او الوحدة المعالجة المركزية بتاعت الكمبيوتر the operating system send data to the cpu نظام التشغيل بتاع الكمبيوتر ده هيودي البيانات اللي انت دخلتها للcpu او وحدة المعالجة المركزية السي بيو هتعمل ايه the cpu processes the data السي بيو بتعمل عملية تشغيل للداتا بعدين السهم ده بيقول لنا the cpu sends the data to the operating system بعدين خلاص السي بيو عمل تشغيل او processing للداتا بيرجعها للoperating system مرة تانية او نظام التشغيل اللي هو الويندوز يعني مثلا وبعدين the operating system او ال os بنختصره ونسميه os receives the data and shows it on the screen بيستلم البيانات دي مرة تانية من وحدة المعالجة المركزية او ال cpu ويطلعها لك على السكرين زي ما احنا شايفين قدامنا مثلا كلمة hello انت كتبت hello نظام التشغيل بعتها للoperating system هو مش فهم يعني ايه hello الoperating system حولت الكلام اللي انت كتبته على keyboard وعملت له processing او معالجة وراح اتبعتها للoperating system تاني او النظام التشغيل تاني علشان يعرضها لك على السكرين ويقول لك انت كتبت كلمة hello على الشاشة وطبعا كل ده بيحصل في اجزاء من الثانية زي ما عرفنا قبل كده وانت اول ما تدوس على الزراير كل ده بيحصل على طول داخل الكمبيوتر بتاعك طبعا ده الحل بتاع التست او النموذج رقم واحد تعالوا نشوف بقية النماذج طبعا task performance 2 او المهمة الادائية رقم 2 بيقول لك questionnaire result graph او الرسم البياني الخاص باستطلاع الرأي انت مثلا لما بتعمل اي استطلاع رأي ممكن تحطه على graph زي ما عرفنا قبل كده تعالوا نشوف task description او وصف المهمة دي بيقول لك dear student او عزيز الطالب you conducted a questionnaire to your colleague انت طلب منك ان انت تعمل استطلاع رأي لزميلك on the best digital communication application على ايه هو افضل تطبيق للتواصل الاجتماعي they prefer هما بيفضلوا you found out that انت اكتشفت ان الارقام اللي هتبان لك دلوقتي بقى انت اكتشفت ان كل مجموعة منهم بتفضل تطبيق معين او application معين 10 of your colleagues prefer email 10 من زميلك بيفضلوا ال email 7 of your colleagues prefer whatsapp 7 منهم بيفضلوا ال whatsapp 3 of your colleagues prefer sms 3 منهم بيفضلوا الرسائل النصية الرسائل بتاعة الموبايل use the following chart استخدم الرسم البياني التالي to express the achieved results علشان تعبر عن النتائج اللي انت وصلت لها in case coloring pins are available لو انت معاك اعلام تلوين you can use to clarify the questionnaire result انت ممكن استخدمها علشان تعبر عن نتائج استطلاع الرأي ده فهنا مدينا طبعا chart title هنا مدينا طبعا الصفحة بتاعة الرسم البياني او graph وتعالوا نشوف الحل بتاعة عامل ازاي طبعا زي ما هو قال لنا في 10 من اصحابنا بيفضلوا ال email فاحنا وضحناه هادي البار الاولاني او العمود الاولاني في 7 بيفضلوا ال whatsapp وفي 3 بيفضلوا ال sms طبعا ده الرسم البياني اللي بيوضح لنا المعلومات اللي احنا وصلنا لها في ال questionnaire ده او في استطلاع الرأي ده طيب ال performance task number 3 او المهمة الادائية رقم 3 بيقول لك preparing and writing an email to your colleague ان انت تعمل email وتبعته الواحد من زميلك المدرس بتاعك او المعلم بتاعك طلب منك ان انت تعمل وتحضر بحث عن موضوع معين ثم بعد ذلك to send it ان انت تبعته to your colleague ابراهيم لان انت بعد كده تبعته وتبعت النتاج اللي انت وصلت لها اللي زميلك ابراهيم via email او عن طريق الايميل write an email اكتب email to your colleague اللي زميلك ابراهيم ده clarifying the points below توضح فيها النقط التالية اول حاجة to اللي هو المرسل اليه هتكتب طبعا to في الايميل اللي هو المرسل اليه subject او عنوان الايميل تالت حاجة email body او جسم الايميل you can use the following figure to help انت ممكن تستخدم الشكل التالي علشان يساعدك هنا مدينا شكل الايميل بس هو فاضي هنكتب في to طبعا هنا اسم صاحبنا ابراهيم وال subject هنكتب فيه انوان الايميل اللي احنا بعتينه وطبعا هنا المكان بتاع الايميل الرسالة اللي هنكتبها جوه الايميل دي ونبعتها لابراهيم تعالوا نشوف شكل الحل كده مع بعض زي ما وضحنا طبعا from المرسل اللي هو انت مثلا اسمك محمد هدى محمود اي اسم وطبعا المرسل اليه او تو ابراهيم subject عنوان الايميل مثلا هنكتب هنا survey results او نتائج الاستفتاء hi ابراهيم ازاك يا ابراهيم today النهاردة i interviewed for teens of my classmates انا قبلت وعملت لقاء مع 14 من زمالي في الفصل i asked them انا سألتهم what their favorite device wear ايه هو افضل الجهاز هما بيستحبوا يستخدموه seven choose smartphones سمع منهم اختاروا الهواتف الزكية او التليفونات الزكية five choose laptop خمسة منهم اختاروا اللابتوب two said their favorite device was tablet واثنين منهم قالوا ان ال favorite device او الجهاز المفضل بالنسبة لهم هو tablet here is a graph showing the results وكمان انا بعتت لك graph او شكل بياني رسم بياني بيوضح لك النتائج دي طبعا ده ايميل احنا كتبينه من عندنا انت ممكن تكتب اي ايميل تاني المهم ان انت عارف two يعني المرسل اليه هتكتب في اسم صاحبك اللي انت بعت له الايميل والsubject هو عنوان الايميل وهنا بتكتب فيها الرسالة اللي انت بعتها لصديقك ده تعالوا نشوف ال performance task number 4 او النموذج بتاع المهمة الادائية رقم 4 بيقولك design a logo صمم لوجو او شعار for your school's bullying awareness team لفريق التوعية الخاص بالتنمر الموجود في مدرستك احنا كلنا عارفين ان التنمر ده حاجة سيئة جدا فانتوا عندكم في المدرسة عملتوا فريق للتوعية ان هو شيء سيئ والطلب منك ان انت تعمل شعار او logo للفريق ده هنا بيقولك task description او وصف المهمة الادائية دي بيقولك dear student عزيزي الطالب your teacher asked you to form a team to raise the student's awareness of the dangers of bullying in your school المدرس بتاعك طالب منك ان انت تكون فريق a team to raise the student's awareness علشان ترفعوا التوعية بتاعة الطلبة of the dangers of bullying in your school خطورة التنمر الموجودة في المدرسة عندك علشان خاطر يبطلوا يتنمروا على اي حد and to design a logo وكمان تصمم لوجو او شعار for this team for this team الفريق ده in case coloring bins are available لو انت معاك الالام التلوين you can use to draw the logo انت ممكن تستخدمها لرسم اللوجو ده تعالوا نشوف الاجابة ممكن يكون شكلها عامل ازاي ممكن يكون شكل اللوجو بتاعنا عامل كده ممكن نكون على شكل كف مثلا ويكاتبين فيه stop 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 bullying او التنمر فايه هنا بنعبر على ان احنا بنقول لا للتنمر اتوقف عن التنمر وده لوجو جميل قوي اللي جابة سهلة جدا انت ممكن ترسم اي لوجو المهم يكون بيعبر عن ان احنا بنقول لا للتنمر في السكول الجميلة بتاعتنا وتعالوا نروح نشوف ال performance task او المهمة الادائية الخاصة بنومبر 5 او خامس مهمة ادائية معنا بيقولك هنا اسمها poster design او تصميم ملصق او تصميم اعلان فبيقولك هنا task description او وصف المهمة dear student عزيزي الطالب the country establish a lot of projects المدينة بتاعتنا بتنشئ مشاريع كتيرة one of which is water rationalization rationalization يعني ترشيد ترشيد استهلاك المياه water consumption rationalization يعني ترشيد استهلاك المياه draw a poster ارسم ملصق presenting يعني يعبر بيوضح some phrases بعض الجمل or paintings او بعض الرسوم to urge your colleagues on water consumption علشان تعرف وتحضر زميلك هما بيستخدموا المياه rationalization طبعا زي ما قلنا ترشيد علشان تخليهم يرشدوا استهلاكهم هما بيستهلكوا المياه poster ومدينا هنا بوكس كده علشان نرسم فيه poster بتاعنا او الملصق بتاعنا تعالوا نشوف الاجابة ممكن يكون شكلها عامل ازاي ممكن مثلا نروح حاملين هنا poster بتاعنا water consumption rationalization poster design او تصميم ملصق ترشيد استهلاك المياه save water save water اتدخر المياه water ونرسم هنا نقطة المياه equal يساوي ونرسم مثلا هنا نبات اخضر جميل ونكتب هنا life يبقى المياه بتساوي حياه اجابة سهلة وبسيطة جدا انت ممكن برضو تكتب اي حاجة تانية ممكن تصمم اي شعار تاني المهم ان احنا نرسم البوستر بتاعنا اللي بيعبر عن الاهمية بتاعت استهلاك المياه وترشيد استهلاك المياه وبكده نكون حلينا المهام الادائية الخاصة بالICT او information and communication technology او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بمدارس التجريبي واللغات اتمنى ان انت تكون استفدت من شرح درس النهاردة الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد انا هسيبلكم النمازج دي على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان هي والاجابات الخاصة بيها تقدروا ترجعوا لها في اي وقت بعد ما تشوفوا الشرح ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سيبلكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته